هذا الحبيب عزيزي أولا سأذكر ما هو الثلبي في هذه القراءة هذا الحبيب أولا ربما هناك طرف آخر سبب المعاناة هو أن هناك طرف آخر كذلك هناك مسافة جسدية ربما البعض منكم قصيرة لكن البعض الآخر هناك مسافة طويلة هذا الحبيب قال لك كلام جارح أو تصرف بطريقة غير ناضجة وأنت يعني هذا التصرف وهذا الكلام أثار غضبك أثار غضبك طبعا أنت حزين لكن أنت تعرف ذلك سنتكلم عن الحبيب ماذا فعل وماذا سيفعل أنت بسبب عظم النضج هذا الحبيب أنت هربت أو هو ارتكب خطأ فرحل هذا الحبيب أصر يعني هو قال لك كلام جارح جارح قال لك كلام يعني أثار غضبك وكلام يعني جارح يعني كلام لكن لكن هذا يعني الشخص الذي لا تهمه نعم يتصرف يعني يتجاهلك نعم الإنسان عندما يعني لا يحبك لا تهم يتجاهلك يعني لا يقول لك لا كلمة ولا كلمة يعني لا يضيع طاقته فيك أنت وخا لكن هذا الحبيب رغم تصرفه الغير الناضج والمجنون يعني تصرف بحل حمق وخا هو هناك عواطف ومشاعر جميلة هو حبيب الروح توأم الروح تتكرر يعني لا شوفوا انتهينا بالعشق وبدأنا بالعشق والحب والعطاء وربما هناك حتى أطفال وخا وهنا تدخل ربما طاقة سلبية وخا في هذه العلاقة هناك طاقة حسد وخا إذن تكلمنا عن يعني أسباب هذا يعني هنا مشاكل وغضب إلى آخره وخا هذا ما حصل بينكم وهذا سبب الدموع وهنا كان مسافة هذا الحبيب ذهب أو أنت هربت من تصرفه وخا لكن هذا الحبيب عزيزي أو عزيزتي ينتظر يعني هو مرحب فقط هو مرحب وخا هو يريد العطاء وخا يريد العطاء يريد أن يفرح معك وخا يريد بداية معك هذه يعني كارت يعني لنيون يعني يجتمع الحبيب والحبيبة هذه وشوفوا يجتمع الحبيب والحبيبة وما فوقها هو الحبيب والحبيبة العشاق وخا البعض منكم ربما كنتم متزوجين والبعض الآخر ستنتهي نهايتكما بالزواج من كان متزوجا سيعود ومن لم يكن متزوجا أني لكن باللاتي أنا فقط أتكلم بطريقة عامة لأني ما أشوف ما أراه ما أشوفه لا باردون أسف ما أراه في يا الله ما أراه في الكرد المهم أسف هذا الحبيب عزيزي مرحب ينتظرك نعم هو حب المتبادل بدون شك وخا هو لكن هذا الحبيب في يدك أنت هو أأمر وهو سيلبي أأمر وهو سيطيع وخا هو ينتظر منك غير إشارة وحدة بشير مرسه في النار يعني إذا أمرتها أو إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار فسيفعل يعني أنت أقوى لماذا؟ لأن أنت طاقتك كانت دائما جميلة نعم العطاء القرم الحب النقي والصفي لكن الحبيب غير ملضج وتصرف تصرف سبياني لكنه توأم الروح وسيعود وخا وخا تفكيره هو هو أنت أنت وأنت ليلة مهار هو لا يتكلم لأنه يخاف يعني يخاف يعني هو يعرف أنه فعل شيء يعني لن تسامحه بسهولة لذلك لا يتكلم كذلك أرى طاقة سلبية حذاري طاقة سلبية وهذا الحبيب يشتاق إليك بزف أنا كذلك أرى معاناة وخا هنا معاناة وهذا الحبيب يشتاق إليك أوصير يشتاق يشتاق بزف بزف لماذا؟ لأنه بعيد عنك أهما كانت المسافة طاويلة أو قاصرة المسافة الجسدية فهو يشتاق إليك كثيرا بزف وخا أنت تريد طبعا بداية جديدة مع هذا الحبيب وخا تريده أن يتكلم أنت لم تفقد الأمل أنت تعرف ولم تستسلم أنت تعرف أنه حبيبك وخا ولا تفقد الأمل لأنك تعرف أنه حبيب الروح وتوأم الروح وخا والله سيجمعكم قريبا كما أقول لمن كان متزوج هذا الحبيب سيعود سيعود لأنه يحبك سهل يحبك ومن لستم متزوجين هذه الحكاية ستنتهي بالزواج يعني واضح شوفوا واضح وخا ستنتهي بالزواج لكن هذا الحبيب يحتاج لأن يرى إشارة منك هو قلت أنه يخاف طبعا يخاف جزا وكذلك اندمان على ما فعله لكن هذا الحبيب حبيبتي لا يعرف العيش من دونك لأنه يحبك والله سيجمعكم هذه كارتة روحانية تقول أن الله سيجمعكم قريبا هنا كزوج وخا هذا الحبيب سيتحرك هذا ما قالته العربة سيتحرك سيذهب لحبيبه وخا لأنك أنت حكاية القصة دي لكم مكتوبة في يعني لابد أن تعيشوا معا وخا لابد لابد يعني هذه قراءة واضحة سهلة يعني رغب المشاكل ورغم الطاقة السلبية أنا أرى هنا الكثير من الفرح مع هذا الحبيب وخا سنشوف ماذا ستقول لنا هذا الكارت الرمزي تصير أن هناك أطفال هناك أطفال أنت لا تفقد الأمل أنت لا تفقد الأمل وأنت تنتظر هذا الحبيب أنت لن تتحرك أنت لن تتحرك فقط تتحرك روحيا وخا تطلب من الله لكن لن تتحرك لأنك أنت غاضب من هذا الحبيب وتريدها أن يتحرك هو وهذا ما سيفعله وخا هذا ما سيفعله هذا الحبيب يعني سينضج هذا ما تقول كارت الأمبراطور و سينضج لكن فيما يخص حبك و سيتصرفك المجنون لماذا لأنه يحبك و كما قلت إذا طلبت منه ولا لا تحتاج لأن تطلب منه أن يرمي نفسه في النهر فهو يقفز يعني الجبال و يعني المخاطر و سيضحب التي كتشوفوها ولا لا يا الله يا كرت أرجوك مهم لن أضيع الوقت أنتم فقط استمعوا لكلامي فأنا أشرح لكم الكرت هذا الإنسان سيضحي سيتصرف كالمجنون شوفوا هناك يعني هناك مسافة شوفوا الكرت سبحان الله يعني هناك انسجام وتكامل مع الأرقب هناك مشكلة لكن أنتم محبكما قوي بزرق وهذا المشكلة هو شيء بسيط فقط وخا شيء يعني ليست له أهمية كبيرة يعني لا داعي لهذا الغضب سمحيه سمحيه فأنت تحبينه وهو كذلك يحبك وخا وهناك طاقة طبعا طاقة شلبية بينكما لكن الحب سيتجاوز كل هذه المشاكل وأنتم يعني غدي غدي تكون يعني في تواصل سيعود هذا التواصل سيعود هذا الحياة ستجمعكما من جديد وهو سيدافع نعم سيدافع سيدافع هو اندمان ويعرف أنه يعني أخطأ في حقك سيتحرك تقول هذا يعني ما قلته سابقا ستتكرر صافي هو اندمان بزاف لأنه يحبك وهو يحس بأن الحياة من دونك الحياة من دونك جاحيم كالجاحيم شوفوا هذا هذا الرجل يعني في جاحيم كل شيء أسود وكما كما هناك يعني كل شيء أسود وقبيح بزاف وهناك مهم أشباح ومع هذا الحبيب بعيد عنك هو يعاني يعاني كثيرا إضافة إلى أنه يحس بالندم ويحس بأنه فقد حبيبه وخط أنت كذلك تحس بنفس الشيء لكن النهاية يعني نهاية جميلة هذا الحياة شوفوا ما قلت لكم عني إذا طلبت منه أن يرمي نفسه في النار هذا مستعد وخا يرمي نفسه في النار من أجلك وخا لماذا؟ لكي يعود للحياة لأنه بدونك هو ميت وخا كانت قراءة جميلة لنرى ما هي نصيحة الرسالة السماوية باللاتي الأمال لا تفقد الأمل طبعا أنت لا تفقد الأمل لا تفقد الأمل والتوازن والعطف والإحسان وخا الأمل لا تفقد العطف والإحسان ربما أنت يعني تجاه هذا الحبيب لأنه نادم على ما فعله الأمل لا تفقد الأمل لماذا؟ لأن هكذا سترجع التوازن التوازن للحياة هي في الحقيقة كانت قراءة جميلة يعني هناك نعم بعض الطاقات السلبية بعض شكامة وطاقات سلبية وربما حتى طرف آخر تدخل لكن الحب أقوى من هذه الطاقات ومن هذا الطرف الذي تدخل الوخة سيتغلب الحب على كل شيء شوفوا العزلة يعني أنت بتاعت أو هو بتاعت وهذا جيد لأنه يعني هكذا يحدث النزج الوخة وهذا تقول أن تتعلموا أن تتعرفوا على بعضكم وخة يعني هذا الإنسان غير ناضج وربما هو يعني لا يعرفك جيدا ولم يقدرك وخة لكن الآن يعني الأشياء تغيرت وخة وهذه تقول قريبا قريبا سيأتي قريبا سيأتي سيأتي قريبا يعني ما تتمنى سيأتي قريبا لكن عليك أن تكون يعني صارما ووافقا من نفسك وتعرف ماذا تريده أنت تريد هذا الحبيب أن يعود بس يعني نتكلم عن قانون الجاذبية وخة يعني أنت تريد أن يعود تريد أن يطلب منك السماح فسيفعل ذلك فقط يعني أن تكن في مكانك وخة لا تفقد الأمل والأشياء ستحدث وفقا ما يعني ما خططه القدر وخة لا هربا ولا مفر من هذه القصة لأنه حابب الروح وتوأم الروح وخة رغم المشاكل التي حدثت كانت قراءة يعني سلسة سهلة جميلة عجبتني بزاف كان كل شيء واضح والكرت كما أنها تتكلم لوحدها وخة عجبتني بزاف وشكرا على هذا التقل التي وصلتني من عزيز برج العقرب يعني أنت ما كنت تنتظره منذ زمن طويل سيحدث قريبا هذه القرط الأخيرة وخة سيحدث قريبا وخة نتمنى لكم الخير وشكرا على هذه التقل التي ترسلونا لي شكرا بزاف لا تنسوا أني دائما كندعي معاكم كل تعليق عفوا كل تعليق أقرأ وهو أرى أنك تعاني أو أنك تعانينا يعني أغلبية كنا نساء كنقرأ وكنشوفك أنك تعانينا أنا أدعي معاكم لا تطلبوا مني يعني ندعي معاكم أنا أفعل ذلك يعني من تلقاء نفسي وخة دائما أفعله أفعل ذلك دائما وخة غير كنقرأ شي تعليق هاك يعني حزين محزين كنشوف يعني أنا ضغية كنحسب بالحزن ديالك أنا كندعي معاك يا الله وكنتمنى توصل لك هاد هي يعني هاد الإيجابية ديالي وهاد حبي يعني أنا الإيجابية شيء جميل لكن أنا أرسل لكم حبي ليس فقط طاقة الإيجابية وعطع عاطفي ويعني كل أجمل ما في روحي أرسله لكم يا رب إن شاء الله يوصلكم أتمنى لكم الخير كان بغيكم بزاك شكرا 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 شكرا